مجمع حي الجامعة السكنية الواقع في مدينة الكوت يصنف من أكبر المشاريع الاستثمارية الواعدة في مجال قطاع السكن على مدار السنوات الأخيرة في المحافظة يضم 570 وحدة سكنية متكاملة أعلن عن افتتاح مرحلته الأولى حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لتشييد هذا المشروع 65 مليار دينار مجمع حي الجامعة السكنية تكون من 570 وحدة سكنية مخدومة بكافة البناء التحتية إضافة إلى خدمات البلدية ويوجد هناك فعاليات تعليمية وفعاليات تجارية وفعاليات ترفيهية مدينة متكاملة من كافة الجوانب ومن كافة الخدمات البنك المركزي بالتفاهم مع الحكومة بادر إلى أطلاق هذه المبادرة طبعاً يعني راح تسهم مساهمة كبيرة بحل مشكلة الناس هذه مشكلة كبيرة إن شاء الله يعني على مدى الخمس سنوات المضت والخمس سنوات الجاية إن شاء الله تتضح معالم حل أزمة السكن بالعراق هذا المجمع تتواجد فيه ثلاثة نماذج مصممة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة مزودة بالطاقة الشمسية إذ يضم مدرسة ومركزاً صحياً ورياضاً للأطفال ومجمع للتسوق وحدائق عامة من ضمن الأفكار الرائعة المطور الذي جاء إليها أنه استخدام الطاقة المتجددة في كل مرافق المجمع واليوم وضعنا خطة كمركز بغداد قدمنا كل الاستشارات الرجانية هذا المشروع ذات أهمية كبيرة لأنه يعتبر المشروع الأول في محافظة واسط الآن على مستوى السكن واسط تفتقر وتحتاج إلى كثير من الوحدات السكنية نموذجي بكل المقاييس بوحدات سكنية متعددة مساحات 200-240 أنا شغل الدار مساحة 240 طبعاً هذا المجمع يقلل الزخم على أبناء محافظة واسط إيجاد حلول مناسبة للتخفيف من أزمة السكن في المدينة عبر التوجه نحو تفعيل بوادر الاستثمار الحقيقية والهدف من إنشاء هذا المشروع الذي صممت وحداته السكنية وفق طراز معماري حديث لبرنامج دينار ميثاق الزراجي واسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر